وللمزيد عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية صف لنا الأجواء لديك وماذا عن الفعاليات الترفهية والتثقيفية وأيضا الرياضية لديك في مهرجان العالمين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المجاهدين بالفعل هذه الفعاليات الرياضية والثقافية والترفهية لا تتوقف منذ بداية المهرجان ولكن ربما ما يميز هذا الأسبوع والأسبوع القادم هو التميز الذي يفرق ما بين هذه النسخة والنسخة الماضية تتميز هذا الأسبوع والأسبوع القادم بعدد من الفعاليات من أهمها ما يتعلق بالسيارات ومواتير السيارات فبالأمس وأول أمس بدأت فعاليات يعني مصابقة ريفت أب ريفت أب هي يعني مصابقة للسيارات وتحديدا لمجال دريفتنج داخل السيارات واللعب بالسيارات في تراك أو مدمار خاص بهم في مدينة العالمين الجديدة هذا أتى بعد تطوير البنية التحتية الكبيرة بمدينة العالمين الجديدة واحتلال مصر مركز مرتفع وهم جدا ومتقدم في تطوير الطرق فبالتالي تم تجهيز هذه الأباكل لتستقبل عدد من الفعاليات الخاصة بالسيارات والموتوسيكلات السريعة نتحدث أيضا عن بالإضافة لهذه الفعالية ريفت أب بمشاركة عدد كبير من سائق السيارات من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن العراق وغيرها من الدول العربية ولكن أكثر من يتميز بهذه اللعبة هي الأردن ومتواجدين بالفعل منذ أول أمس أيضا بداية الأسبوع القادم سيكون هناك أسبوع موتورويك وهو أيضا فعالية خاصة بسباق السيارات وسباق الموتوسيكلات وعدد آخر من المهارات المختلفة تلعب بالسيارات وجاء هذا أيضا نظر لتطور البنية التحتية في مدينة العالمين الجديدة نأتي بالإضافة لذلك أيضا الاهتمام بالطفل بشكل مباشر فعاليات السرك القومي وبشكل عام الفنون الشعبية ما زالت متواصلة يوما بعد يوم في الممشأ السياحي والمنطقة الترفيهية بالإضافة أيضا لاستمرار فعاليات خاصة بها الأطفال في منطقة الألعاب الخاصة بها الأطفال ونحن على استعداد لاستقبال بالطبع مهرجان نبتة داخل مهرجان العالمين الجديدة وهذا يختص أيضا بتطوير نشاطات الأطفال بشكل عام بالإضافة لذلك أيضا استمرار الفعاليات الخاصة بها الحفلات كنا يعني رصدنا سويا نهاية الأسبوع الماضي حفل الهضبة عمر ديابة دي لقى إقبالا كبيرا جدا من جميع الفئات العمرية ومن جميع الجنسيات نحن ننتظر في نهاية هذا الأسبوع حفل خاص بمسار إجباري وحمزة نامرة ربما المميز أيضا في هذه النسخة هو حضور ما يقرب من 104 جنسية حضروا بالفعل إلى مهرجان العالمين الجديدة وهذا حسب تصريح وزير السياحة التي تحدث منذ يومين في العالمين الجديدة وهو معدل تقريبا أكثر من 45 إلى 50% من عدد جنسيات العالم تواجدوا في العالمين الجديدة بالإضافة أيضا لهذه الفعاليات هناك فعالية رياضية التي ما زالت مستمرة يوميا والملاعب المفتوحة على الشاطئ مباشرة من ملاعب لكرة القدم ملعب أيضا لكرة السلة وملعب كرة الشاطئية وتحديدا كرة الطائرة بالإضافة أيضا لألعاب القوة وتحديد منطقة خاصة لألعاب القوة بالمنطقة الترفيهية فضلا عن استمرار المسرحيات في نهاية كل أسبوع مثل مسرحية السندبات التي كانت متواجدة في المسرح بالمنطقة الترفيهية الخميس والجمعة والسبت الماضيين وكانت هذه ببطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز هذه أهم الفعاليات والآن أعود عليكم من روح نعم الزميلة كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك